من مجازة الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم وأبدأ مع صحيفة الأخبار التي كتبت قائد الجيش عين رئيسا للأركان كشفت مصادر للأخبار أن الاتصالات بين قائد الجيش والنائب السابق وليد جومبلاط بشأن تعيين رئيس للأركان لم تتوقف انطلاقا من العرف الذي يقضي بأن يكون رئيس الأركان من حصة جومبلاط وفق المعلومات أوفد الأخير أحد نوابه للبحث مع التيار الوطني الحر في هذا الأمر وطرح فكرة تمرير تعيين رئيس الأركان من دون البت بكل التعيينات أي باقي أعضاء المجلس مقترحا اسم قائد اللواء الحدي عشر العميد حسان عودي إلا أن الجواب كان سلبيا وأضافت المصادر أن جولة قائد الجيش لا يمكن أن يكون لها أي نتيجة مدام موقف التيار الوطني الحر متصلبا ومدام وزير الدفاع موريس سليم يرفض اقتراح الأسماء وإرسالها إلى مجلس الوزراء وموقف سليم لا يتصل فقط بموقف التيار بل كونه على خلاف كبير مع قائد الجيش الذي يتجاهل صلاحيات وزير الدفاع ولا يرد على مراسلاته كما أن سليم لا يريد منح ميقاتي ورقى يستثمرها في معركة كسر المقاطعة المسيحية للحكومة وأكدت المصادر أن باسيل يمنع تعيين رئيس الأركان ويدفع في اتجاه تسلم اللواء بير صعب وهو الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري لكن قائد الجيش يرفض هذا الأمر كما ترفضه قوى سياسية أخرى أيضا في هذه الجولة على الصحف في موقع جراند ألبي هل يملك لودريا مبادرة حوارية سحرية على ما يبدو أن الموفد الفرنسي سيطرح الحوار على اللبنانيين للخروج من مأزقهم الرئاسي في حين لم يتجاوب كثيرون مع دعوات الرئيس بري إلى الحوار واليوم هناك من يعتبر أن الحوار يجب أن يتطرق إلى كل الأمور الخلافية التي تعرقل قيام الدولة فيما يرى البعض أن الحوار يجب أن يتمحور حول الملف الرئاسي فقط لأن الخلافات الجوهرية أوجد الدستور حلولا لها ومجرد تطبيقه وتنفيذ بنوض اتفاق الطائف كاملة تنتفي معظم الخلافات في هذا الوقت لابد أن الكتلة النيابية والتيارات والأحزاب تدرس خياراتها في حال طرح لدرياء إمكان عقد طاولة حوار إذ يؤكد البعض أنه مع الحوار من دون شروط مسبقة على اعتبار أن لا حل بين اللبنانيين إلا بالتحاور فيما يضع البعض الآخر شروطا لأن ليس المهم التشاور للتشاور إنما الوصول إلى نتيجة إيجابية والتعهد أمام الوسطى والمجتمع الدولي الالتزام بما يتم التوافق عليه كي لا تتكرر سيناريوهات طويلات الحوار السابقة لكن ما هو نوع الحوار المنتظر الذي تشارك فيه الأطراف خصوصا تلك المعترضة رأى النائب نزيه متى أن الحوار ينسف مبدأ الطائف الذي جاء بعد الحرب الأهلية ومن الافترض أن تكون مؤسسة الدولة منطقى الحوار وأكد النائب محمد خويجة أننا نلبي أي دعوة للحوار سواء كانت من الداخل أو من الخارج وإذا كان البعض يضع شروطا مسبقة للمشاركة في الحوار فهذا لم يعد حوارا في صحيفة نداء الوطن لليوم ضغط أمريكي للتعجيل في تعيين حاكم جديد لمصر في لبنان لم تحظى رسالة نواب حاكم مصر في لبنان أمس والداعية إلى تعيين حاكم أصيل بعد رحيل رياض سلامة آخر الشهر مع تهديد مبطن بالاستقالة بالوقع الذي أرادوه في الرأي العام بل ارتدت سلبا عليهم وعلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي مع توجيه أصابع الاتهام من شراء حواسعة من المتابعين سياسيا واقتصاديا إلى موقع الرسالة على أنهم ماريونات في يد من عينهم وأن بري وميقاتي يمعنان في تكرار محاولات فرض أمر واقع وتعيين حاكم لمصر في لبنان من دون وجود رئيس الجمهورية كما لو أنهما يديران الدولة وحدهما وعلمت نداء الوطن أن هناك ضغطا أمريكيا لتعيين حاكم قبل نهاية الشهر لأن مصر في لبنان لا يحتمل الفراغ ولا يحتمل شخصا شيعيا على رأسه وسيم منصوري ولم يعد سرا أن شخص كميل أبو سليمان يحظى بقبول داخلي ما وخارجي ولسيما أمريكيا وأن الأسماء الأخرى المتداولة مثل هاري شاول وجهاد أزعور وثمير عساف فمنقسم بين واحد يريد التعيين وفق الأصول وآخر متردد وثالث رافض وبالعودة إلى رسالة نواب الحاكم فأن خطوتهم تعرضت لانتقادات وجهت لهم ولمن ضغط عليهم أو أوحى لهم بكتابة ما كتبوا بر وميقاتي لجهة التهرب من المسؤولية وحتى مساء أمس لم تكن ألية التعيين التي يخطط لها بر وميقاتي واضحة وكيف سيحصلان يعلى موافقة حزب الله الذي سبق وأعلن أنه ضد التعيينات فالأولى في ظل فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحية في صحيفة الجمهورية بيان نواب الحاكم الأربعة يطرح هذه التساؤلات قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجمهورية إنها فوجئت ببيان نواب الحاكم وقالت إن مثل هذا البيان يفتح المجال أمام مجموعة من التفسيرات غير المفهومة حتى اليوم في ظل ما تحتميله من مواقف وقراءات متناقضة لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام مناقشات دقيقة لابد أن تخضع لها هذه المواقف فهي لم تصدر عن موظفين عاديين إنما عن مجموعة من المسؤولين الكبار المكلفين إدارة ملف بدقة وأهمية النقد الوطني ومهمات حاكمية مصرف لبنان وقال أحد الخبراء الاقتصاديين للجمهورية إن البيان الذي أصدره نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يطرح كثيرا من التساؤلات أولا من ناحية التوقيت حيث كان البلد في جو أن النائب الأول للحاكم الدكتور وسيم منصوري زار واشنطن وكانت الأجواء إيجابية وبالتالي كانت هناك تحضيرات ليتسلم دفة القيادة وبالتالي فأن التساؤل الأول حول هذا الموضوع بالذات هو هل إن هذه الأجواء الإيجابية لتعكس الواقع وبالتالي هناك اعتراض في مكان على تسلم الدكتور منصوري للحاكمية سواء من الجهة الأمريكية أم أن هناك تغييرا في الموقف من الجهة اللبنانية والمقصود قد يكون رئيس مجلس النواب نبي بري الذي كان مترددا في السابق في قبول أن يتسلم منصوري الحاكمية وبدل رأيه الآن أما تساؤل الآخر فهو هل يلعب نواب الحاكم دورا في الموضوع السياسي بمعنى هل يحاولون التأثير على موضوع حكومة تصريف الأعمال للضغط عليها لتعيين حاكم موسيقى